اشتركوا في القناة ونظر بعضهم الى بعض فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنه خاصف النعل وأومأ بيده الى علي عليه السلام هذه قضية مهمة في القضايا المهمة الكلام واحدة قد لا يكفي يحتاج الى حسب تعبير اليوم الى صوت وصورة حتى يعلق الامر في الاذهان انت مرة تتكلم بكلام وتمشي وتروح الذين استمعوا هذا الكلام قد ينسونه يقولون الانسان عنده حافظتين حافظة قريبة المدى وحافظة بعيدة المدى غالب الاشياء التي يراها الانسان ويسمعها خلال دقيقة ينساها انت على المن تسوق في سيارتك تنظر الى سيارات الى ناس الى ابنية الى كذا انت تنظر اليها وتعلم بها لكن خلال دقيقة تنمحي من حافظتك القريبة المدى واكو حافظة بعيدة المدى مقدار علوق القضية او الفكرة او الشيء في ذهن الانسان في الحافظة بعيدة المدى يرتبط بما يحيط بالشيء احيانا تشوف قضية الانسان شايفها قبل ستين سنة سبعين سنة لا زال حاضرة امامه كأنه يراها الان كأنها حدثت الان وهذه فيها تفصيل في علم النفس حتى في تقوية الذاكرة والحافظة هناك طرق تربط مجموعة من الامور بقضية حتى تبقيها في ذهنك زين رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكلم اصحابه كل يوم كلام كثير أحيانا يريد أن يبقى هذا الكلام في أذهانهم لأهميته فما يكتفي بمجرد الكلام وإنما يحيط بالقضية أمور يحيط بالكلام أمور حتى هذه القضية وهذا الكلام يعلق في أذهانهم إلى الأبد زين نعله انقطعت احتاجت إلى خصف أعطى نعله لأمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وهو يخصف بالنعل يرقعها هذه صورة عادية ثم يذكر كلاما إن منكم من يقاتل على التأويل كما قاتل معي على التنزيل يعني هذا بعدي راح يكون هذا الكلام ربط بهذه الحالة خصف النعل ولكنه خاصف النعل وأشار إلى علي بن أبي طالب ما قال ولكنه علي بن أبي طالب لا خاصف النعل حتى هذه القضية خصف النعل وهذا الكلام لا يوجد بينهما ارتباط خصف النعل لا ارتباط بينه وبين المقاتل على التأويل لكن هذا النوع من الارتباط القضية الاتفاقية يعني أن هذا الكلام قيل في وقت خصفه للنعل يسبب أن هذه القضية تعلق في أذهانهم وتبقى ولا ينسونها فتتم الحجة على المؤمن والمنافق أما المؤمن فهذا يكون في باله حتى في يوم من الأيام لا يخذل علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام يعلم بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أنه يقاتل على التأويل فالحق معه وأما المنافق فالحجة تتم عليه إذا خذل أمير المؤمنين عليه السلام أو حاربه في يوم القيامة ما إلى حجة موسيقى موسيقى